طيب السلام عليكم جميعا كيف حالكم يعني جاتني مريضة اليوم وكتابت حاجة حلوة قلت نشارككم فيها أستاذ أنت وهي بالعكس هي أحبت شارككم في تلك الشيء عشان تأكد على دي المعلومة اللي هي قدرة الله سبحانه وتعالى طبعا هي جاتني قبل سنتين ونص وكانت عندها أطفال الحمد لله لكن كانت متأخرة شوية وكان في مشاكل مهمة تكلمنا فيها واتبقنا نسوي أنابيب وسويت أنابيب وطلعت واحدة بويضة وحدة بويضة وحتى وقناها على ورقة حق تسحب البيضة ووحدة قلنا له أنه وحدة بويضة ونقول له وحدة جريب وحد جريب يعني ممكن جوته بويضة وممكن ما في جوته بويضة يعني كممكن يسحب له ويطلع ما في جوته بويضة المهم أتكت على الله وسحبنا وطلع الوحدة بويضة وتلقحت وصار جنين ورجعنا ما كان فنان قوي بس ما كان سيء كويس ما قبول رجعنا الحمد لله ربنا شاء وجابت طفلها الحمد لله بالسلامة وطبعا هي الآن جاءتني هنا القصة والآن جاءتني هي حامل حمل طبيعي الله يتمام لها على خير فهي الآن جاءتني هنا بحمل طبيعي الله يتمام لها على خير بس إنه إحنا بنقول يعني خلانا نقول لكم كذا كذا نقطة من دا الموضوع هذا يعني طبعا كلنا عارفين دا الشي بس حلول من نشوف دي الأشياء ونؤمن ونتأكد ونجزم ونعرف إنه الحمد بيضة الله سبحانه وتعالى برغم إنه حالتها الطبية من ناحية الإنجاب صعبة لكن حملة المرماضية ومفروض صعبة ومفروض الحملة الطبيعي يكون كمان أصعب بس ربنا شاء إنها تحمل ربنا أعلم كل شي قدير فدائما نقول للناس تعلقوا بالله لا تعلقوا بالأجنة ولا تعلقوا بجودة الأجنة ولا بعددها تعلقوا بالله سبحانه وتعالى النقطة التانية اللي كنت أبغى أقولها وراحت عن بالي يمكنت كلامتي دي الحكاية قبل كده لأنه قدمة مو زعلتني بس كده يعني أستغرب من تفكير بعض الناس واحد رسلي على الإنستغرام قال لي يا دكتور جيتك وقلت لي مرتي ما تحمل وشوف هدى حين حامل وبما معنى عبارة وسوحاجك أمام الله وما القيامة طبعا ماذا قلت له أنا؟ أظن قلت الحكاية دي قبل كده ماذا قلت له؟ قلت تعرفها؟ ولا شيء بلوك ودليت بلوك ودليت لأنه العقلية دي أصلا ما تناقش معها لأنه مول شيء أول شيء أنا ما أقول للناس ما تحملوا أنا أنا بشر عبد فقير ضعيف فأنا ما أقدر أقول للناس ما تحملوا هذا القضاء الله ما أعرف أنا أمكن قلت له نسبة حملك للحملة الطبيعية ضعيفة ضعيفة لا تعني صفر ضعيفة قد تعني أقل من واحد أقل من واحد في المئة يعني قد تكون واحد في الألف لكن ما في شيء اسمه صفر وهذا إحنا ما بنتكلم على يعني خدرة الله خدرة الله إن شاء الله واحد في العشرة مليار حيسير لو ربنا شاء أنا بتكلم من ناحية علمية ما في واحد اسمه صفر طول ما ينتج حمت منوية هي تنتج بيضات ويزود لك الشيء ممكن يخلفه ما في لعب فهنا نفس الموضوع اللي أنا أبغى أذكره يعني على سيرة القصة إنه الميد اللي قدام عن النسبة حملها ضعيفة اللي ربنا الحمد لله أكرمها ربنا إن شاء الله يكرمكم جميعا ويتممون لها الخير والآن ربنا أكرمها بحمل طبيعي رغم إنه نسبة الحمل عندها الطبيعي أقل من واحد في المئة على حسب النسب لكن الله على أقولي شيء قدير وما في الطيب حاجة اسمها صفر الصفر والمئة عند الله البشر عندهم من فوق الصفر ومن تحت المئة الصفر والمئة دي هي كل احتمالات اللي عند البشر أما الله هو اللي عنده الصفر والمئة هو اللي يكون فيكون ويطيكم العافية قلت بس أشارككم هذه المعلومة وشكرا لها إنه وافقت نشارككم دي المعلومة